للأسبوع الثاني وبإصرار خرجت التظاهرات في مصر مطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي استجابة لدعوات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على رأسهم الممثل والمقاول المصري محمد علي تظاهرات جمعة الخلاص كما سمها الداعون لها شهدت مشاركة واضحة من محافظات الصعيد في الأقصر وقنا والمينيا وغيرها إلى جانب محافظات الشمال المصري التي شهدت مظاهرات في الجمعة الماضية بينما حشد النظام أنصاره للتظاهر تأييدا له أمام النصب التذكاري في مدينة نصر شرقي القاهرة وبينما تؤكد وسائل الإعلام المصرية المقربة من الحكومة فشل دعوات التظاهر المناوئة للنظام يبدو تأثير تلك التظاهرات أكثر وضوحا على المستويين الداخلي والخارجي فداخليا وعلى مدى أيام قليلة اعتقلت قوات الأمن المصرية ما يزيد على ألفي مواطن وبدأت النيابة العامة التحقيق معهم بشأن تظاهرات الإسبوع الماضي تلك التظاهرات التي أنكرت السلطات وجودها من الأساس كما أن السلطات المصرية استبقت مظاهرات هذه الجمعة باستعدادات أمنية مشددة تضمنت إغلاق العشرات من الشوارع المؤدية لميدان التحرير وسط القاهرة ونشر الآلاف من قوات الأمن المدججة بالسلاح ما يرسل إشارات تختلف عما يؤكده الإعلام الحكومي من عدم الاهتمام بدعوات التظاهر التي يصفها بالفاشلة أما خارجيا فقد أثارت الإجراءات الأمنية في مصر الكثيرين فوزارتا الخارجية الأمريكية والألمانية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية كلهم طالبوا النظام المصري بالكف عن قمع المتظاهرين ووقف حملات الاعتقال العشوائي واحترام حق المصريين في التعبير عن آرائهم السياسية في المحصلة فإن المشهد المصري لا يزال مفتوحا على احتمالات كثيرة ولا يستطيع أحد التكهن بمآلات الأمور إذ يبقى نجاح أو فشل التظاهرات مرتبطا بحالات الشد والجذب بين النظام والمعارضة الشعبية الناشئة والتي تتميز بأنها ليست محسوبة على أي فصيل سياسي وإن ادعى آخرون غير ذلك